هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطاقس سيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال السعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب السعيد فيه النهاردة نشاط لرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غانم عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دكتورة مونار صباح الخير صباح الخير على حضرتك بطر زهلة وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا في تفضل أهلا بحضرتك طمين أخبار الجو إيه النهاردة طبعا إحنا مستمرين في الأجواء الرضعية المستقرة في معظم محافظات الجمهورية فعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الصبعية كمان أقل من المعدل بالسقيين بحوالي درجة الزرارتين لأن اليوم متوقع الأصمة على القاهرة السبرة ما بين ثمانية وعشرين إلى تسعة وعشرين درجة بحوالي ده فعلا إحنا بنتأثر بالكتر الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورة بالبحث المتوسط الكتر دي معتدل بشكل جديد في قيم درجات حرارتها بالإضافة كمان منتأثر بوجود اتداد مقافة جوية في صباحات الجو الأولية يعمل بشكل كبير على احتسمة انتخصات قيم درجات الحرارة فبالتالي فقط فترة النهار معوجود أشعة الشمس تقصير رضيعي حر على القاهرة الكبرى محافظات البحر أيضا المناطق الموجودة في محافظات جنوب الثلاث شمالي جنوب السعيد معتدل تماما على المناطق السحالية المطلة على البحر المتوسط سواحن الشمالي ده بيكون في وقت النهار وتحديدا كمان في وقت الزفيرة فبالتالي مع الغيابة التام لأشعة الشمس انتخصات قيم درجات الحرارة استمرار البرودة والأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الدين المتأخر أو فترات الصباح الباكر وخصوصا كمان في المدن الجديدة الأماكن المسلوحة المحافظات كلها ظهير صحتها وفي شكل جديد في محافظات شمالي جنوب لأننا كمان عندنا اليوم متوفع استمرار نشاط الرياح وصرعات الرياح بتتروح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة وجود نشاط الرياح دايما وهنحس بيه فترات المساء ساعات الدين ده عامل مهم جدا في أحساسنا بقيم درجات حرارة أقل كمان بيساعد أننا نحس بيه إستخلال فترات الدين هيكون شوف جير لبعض المال والأطباء ببعض الأماكن من جنوب سيناء أو شمال محافظة البحر والأحفر فبالتالي هلأ الأطباء والريمان المشارة فقط موجودة في مدينة الضبور أو بعض الأبعاكن من جنوب سيناء وليس هيكون عليها أي أطباء وريمان المشارة وهنحس بيه متوفع استمرار درجات حرارة حول المعادلات والأسواق الربعية لكن مع اليوم الجمعة الجاية إن شاء الله وعلى مدار الجبوع المقبل سيبدأ يؤثر علينا الكتل الهوائية السحراوية اللي هتأتي به أتفاع طبقية مدربات الأدارة سيكون في مرتفع جوي في طبقات الجوية العليا سيعمل بشكل كبير على زيادة الأدارات فيه عشاعة الشمس خلال فترة النهار سنقدر نستمتع بالأجواء الرابعية ديه حتى نهاية هذا السبوع بكرة كمان لازم نسألت بنا من موضوع الشفورة المائية يعني الشفورة المائية كانت موجودة يدرهم على بعض السرع الزراعية والسريعة والقريبة من المتصحات المائية لكن الشفورة الفصل الربيع دايما هي الشفورة المائية ما بتأثرش على حركة السبورة وتسلاشة وتفسفي فور سطوع أشاء الشفورة ده متوقع سنوار بكرة الأربع ان شاء الله بس احنا مهمة على العالم لحد نهاية التسلوح نخبرنا من نوعية الملابس خاصة خاصة الجيل خاصة الجيل المتأخر أو صدرات الصباح الباكر الملابس ما تكونش ملابس صيحية بشكل كامل وفضل صبعا الملابس الخريفية ونستمر فيها المتابعة الجيدة للنشرة كبيرا فنشكر حضرتك دكتورة مونار غاني معود والمركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة في المتوقع النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العزمة 29 والصغرى 18 في العاصمة الإدارية 30-17 اسكندرية 25-16 والعالمين الجديدة 24-15 مطروح 23-16 دوميات 24-19 فورسايد 25-18 والإسمائلية 30-17 في السويس 29-18 وفي العريش 26-18 كاترين 25-12 وطوبة 27-19 حليب 29-24 وشالتين 32-23 شرم الشيخ 32-22 والغرداء 31-22 أما في الفيوم فالعظمة 30-17 وفي بني السويف العظمة 30-17 أيضا الودي جديد 32-19 وأسيوت 30-17 سوهيك 32-20 وإنا 34-22 لؤسر 34-21 وأسوان 35-22 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة دلوقتي عودة مرة تانية البسانت وشازلي ومتابعة فقرات صباح الخيري ومصر شكرا لك يا هلا شكرا لك شكرا لك شكرا لك